الآن إلى الشأن العراقي فهناك خطوات عراقية على ما يبدو لكسر الجمود الحاصل سياسيا ودستوريا في البلاد البرلمان يحدد يوم الخميس المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية وجدول الأعمال سيكون من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس للبلاد فبعد أشهر طويلة من الخلافات السياسية وعجز الأطراف الفاعلة عن التوصل لاتفاق وإكمال الاستحقاقات الدستورية تتجه الأنظار نحو الأكراد الذين يبحثون على الآلية للاتفاق على مرشح واحد للرئاسة فهل ذلك ممكن وأي حسابات لدى الكتل النيابية قبيلة جلسة الانتخاب معنا الآن من أربيل الباحث السياسي محمود خشناو أستاذ محمود مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار يوم الخميس ليس بالبعيد هل هناك الأجواء مواتية هل البيئة والمناخ مناسب لانتخاب رئيس الآن أحييك وجمهور سكاي نيوز حقيقة الاتحاد يبحث عن هذه البيئة الاتحاد والديمقراطي والقوى السياسية الأخرى يفترض أن تذهب باتجاه استكمال استعقاقات الدستورية في اتلاف إدارة الدولة القوى السياسية الكردستانية قامت بقطع شوط جيد من التباحث السياسي الجدي للوصول إلى تفاهمات ليس فقط في ملف رئاسة الجمهورية وإنما في ملفات متعددة لكن قابة قوسينية وأدنى بات النظام السياسي العراقي يقترب من استكمال الاتزامات الدستورية هناك اتفاق نيابي بجمع تواقع أكثر من 180 نائب لحق الجلسة الانتخاب الرئيس لبت رئاسة مجلس النواب العراق هذا الطلب وحددت يوم بالخميس المقبل جلسة الانتخاب الرئيس الجمهورية كاستكمال ثاني لاستحقاقات الدستورية حتى يفتح الباب أمام تكليف رئيس الوزراء حقيقة القوى الكردستانية لحد هذه اللحظة لم تتوصل الاتفاق حول دعم مرشح معين للرئاسة الجمهورية لكن يبدو أن الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني ماضيان في دعم مرشح ما الاتحاد يؤكد مرة أخرى واليوم سيد بافل طالباني أكد بأن برهم صالح هو المرشح الوحيد للاتحاد الوطني ولديه تفاهمات مع القوى السياسية متعددة في الإطار التنسيقي وتحالف عزم وحركة بابليون وحركات ناشئة الحزب الديموقراطي الكردستاني يقول بأنه إذا لم ندخل بمرشح واحد لربما سنقاطع جسد مدس النواب العراق أنا أعتقد بأن الأجواء كما تحدثت حضرتك الأجواء النيابية الأجواء السياسية المزاج السياسي العراقي ماضي بعقد هذه الجسد والموضوع يبقى الحلقة المفقودة هي الأخوة في التيار الصدري أنا أعتقد بأن التيار الصدري حضوره السياسي والجماهري ضروري لاستكمال الصورة الحقيقية للنظام السياسي والباحثات داخل إطار التنسيقي مع أخوة في التيار الصدري الجارية لتحديد ملامح محددة في الاستكمال ونعتقد بأن في حال عقد هذه الجلسة سيمرر برهم صالح رئيسا لجمهورية العراق وفق المعطيات والمعلومات الموجودة إذا أقدت هذه الجلسة واكتمل النصاب ولكن هناك أيضا احتمالات أن لا يكون هناك نصاب أن يكون هناك مقاطعة بشكل من الأشكال ما الذي سيحصل في هذه الحالة؟ وفق الخارطة النيابية والخارطة السياسية العراقية وبالتحديد بعد اتلاف إدارة الدولة وبعد التجهيد الثقة للسيد الحلبوسي رئيسا لمنجس النواب العراقي واستكمالا للحوارات السياسية الاستراتيجية التي حدثت في العراق ورؤية سماحة السيد الصدر وقادة الإطار بما تعلق بمستقبل العراق كلاهما على طرف طرفين المعادلة أنا أعتقد بأن لا يوجد هناك ثلث معطل وبالتحديد لا يوجد ربع معطل وليس ثلث معطل إذن ستمضي الجلسة على الأقل سيكون هناك حضور بمئتين وثلاثين نائب وفق القراءة الحقيقية أو الاستقراء في النيابي أنا أعتقد بأن الجلسة ستتم ورئيس الجمهورية سيمضي وتبقى قضية تكليف رئيس مجلسي الوزراء أنا أعتقد هناك أيضا تفاهم على تكليف السيد محمد الشيعة السوداني للمرحلة المقبلة أنا الأجواء كما أسلفت الأجواء إيجابية المزاج السياسي الآن ماضي بهذا الاتجاه وسيمضي بهذا الاتجاه كما أسلفت يعني الحلقة المفقودة هي التعاون بس تتحدث أستاذ محمود وكأن الأمور محصولة الاندماج والالتئام الصدري وكأنه لا خلافات هناك خاصة داخل الأطراف السياسية في الإقليم ألا ينبغي حل هذه المسألة في الإقليم بداية قبل الذهاب إلى هذه الجلسة أحسنت يفترض أن يكون هناك لقاء واتفاق والتفاهم بين الاتحاد والديمقراطي يفترض لكن يردد دائما الاتحاد الوطن الكرستاني بأنه يبحث عن توازن سياسي ويعتقد أن هذا التوازن السياسي يأتي بدعم مرشح الاتحاد أي بمعنى آخر تقارب الاتحاد والديمقراطي متوقف على دعم الديمقراطي لمرشح الاتحاد برهم صالح بغياب ذلك بخلاف ذلك سلا يكون هناك التئام وتوافق سياسي بين هذين القوتين وهذا ما نشاهده في اللحظات الأخيرة وفي الساعة الأخيرة هناك صراحة أستطيع أن أقول حراك سياسي جاد من قبل رئيس الاتحاد الوطن الكرستاني السيد بافرط طالباني في بغداد وأيضا حراك يقابله بزيارة السيد مسعود البرزاني لكن النتائج نحن نتكلم عن النتائج النتائج والمعلومات والإشارات هي باتجاه دعم ورشح الاتحاد الوطني تكلمت حضرتك وكأن كل شيء انتهى نعم انتهت المحاولات والتحضيرات لكن هذا لا يعني بأن لا يوجد هناك تحديات نعم هناك تحديات كبيرة أمام استكمال التزامات الدستورية لكن تكلمت عن المزاج السياسي المزاج السياسي في هذه اللحظة تختلف عن المزاج السياسي في المراحل السابقة يعني المزاج السياسي بالنسبة للعراقيين بشكل عام يريدون الخروج من عنق الزجاجة من هذا الانسداد في نهاية المطاف لأن الآن مسألة طالت وطالت كثيرا نتحدث عن سنة مضت على الانتخابات وحتى الآن الأمور لا تزال معطلة على كل حال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سلمان يقول من الأفضل الذهاب نحو برلمان الإقليم لحسم ملف التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية في حال استمر الخلاف بين الديمقراطي والاتحاد الوطني أنا اللي فهمت من كلامك أستاذ محمود أنت تقول الأمور محسومة الأرقام موجودة لعقد هذه الجلسة وانتخاب رئيس الجمهورية سيكون الرئيس هو السيد برهم صالح الدكتور برهم صالح ومن ثم سيتم تكليف السيد محمد شيع السوداني لرئاسة الحكومة ألا ينسف هذا كل ما كان التيار الصدري يطالب به ويتحدث عنه في الآوين الأخيرة منذ الانتخابات وحتى الآن توجهات التيار الصدري وسمحت سيد السدر كانت واضحة الرجل أعلنها بوضوح وكان أكثر جراءة من الأخوة الآخرين في التحالف الثلاثي مع العلم أن سيد السدر قال بأننا نبحث عن حكومة أغلبية نبحث عن تغيير النظام السياسي أو طريقة الحكم من التوافقية للأغلبية لكن لم يحقق ذلك لأعتبارات متعددة والرجل قالها منذ البداية بأنه سيذهب إلى المعارضة الشعبية وفعلا نفذ ما قاله الآن الأجواء اختلفت بعد 29 و30 آبل السابق الآن الأجواء كما أسلفت أجواء أكثر إيجابية هناك تقبل لكن هناك بعض الشروط تتعلق بقانون الانتخابات بانفوضية بكيفية الوصول في المرحلة المقبلة إلى انتخابات مبكرة أنا باعتقاد قضية حسم منصب رئيس الجمهورية داخل برلمان الأقليم غير دستوري والقوى السياسية العراقية لا تريد أن تتجاوز الدستور بهذه الطريقة أضف إلى ذلك بين القوى الكردستانية الأخرى تتقاطع مع رؤية الديمقراطي الحسم داخل برلمان الأقليم لاعتبارات دستورية وقانونية وأيضا النظام الداخلي لبرلمان الأقليم أضف إلى ذلك بأن الكرد متواجدين في نينوى في كاركوك في صلاح الدين في ديالا في بغداد في الكوت هؤلاء الكرد غير ممثلين في برلمان الأقليم إذن سنتخطى الجماهر الكردية وحسب المادة السبعين من الدستور آلية انتخاب الرئيس واضحة وهو صراحة أنا أعتقد بأنه إضافة إلى التجاوز الدستوري أنا أعتقد بأنه غبن ووصاية على مجلس النواب العراقي من قبل السياسية القوى الحل الأمثل والأفضل هو التفاهم والتوافق على مرشح واحد المرشح الواحد الكردي إلى بغداد ضروري جدا لكن الاتحاد الوطن يعتقد بحفظ التوازنات السياسية لعادة ترميب البلد الكردي يجب أن يكون هذا المرشح برهم صالح هناك رفض من قبل حزب الديمقراطي الكرستاني في نفس الوقت هناك تحالف من قبل الاتحاد الوطني مع القوى السياسية العراقية الأخرى سابقا وحاليا لذلك الأجواء أنا أتكلم عن الأجواء أتكلم عن المزاج السياسي أنا أريد أن أحلل دون استقراء منطقي وواقعي كل الأجواء والتوجوات متجهة بعقد جلسة الخميس وأيضا تمرير الرئيس الجمهورية هل سيقبل التيار الصدري وحلفاءه أو ما تبقى من حلفاءه بهذه الصيغة برأيك؟ أولا السيد الصدر وحلفاء السيد الصدر الأخوة في السيادة والأخوة في الحزب الديمقراطي الكرستاني الآن ضمن اتلاف إدارة الدولة وهم حلفاء عضاء اتلاف إدارة الدولة وسيد الصدر صراحة لا أعلم ماذا سيكون رأيه لكن أنا متأكد من سماحته سيكون همه المواطن العراقي والخروج من هذا المأزق كما أسلفت حضرتك عنق الزجاجة كما هذا هو رأي قادة الإطار وأيضا الاتحاد الوطني والربما حتى الحزب الديمقراطي الكرستاني وتقدم وسيادة وعزم كل القوى السياسية لديه هذا المنظور الآن المرحلة السياسية اختلفت هناك مزاج سياسي وكرر مرة أخرى تتجه بمسار مواجهة التحديات أي بإخراج العراق من عنق الزجاجة هذا كيف يتحقق؟ بالعودة إلى أسلوب التوافق وإسلوب المحاصصة هذا ما تقوله أستاذ محمد مش هيك بالعودة إلى الطريقة التي كانت تسير بها الأمور في الماضي المحاصصة المقيتة غير مرغوب فيها الآن الكل قرر بأن يذهب إلى حكومة توافقية خدمية هذه الحكومة حكومة ائتلافية وهذه موجودة في كل نظم العالم صراحة تركيب الاجتماع للدولة العراقية التركيب السياسي للدولة العراقية تفرض على هذه القوى وانتذب بهذا التوجه السياسي لذلك أنا أعتقد بأن توجهات الحكومة المقبلة ستكون مواجهة المحاصصة المقيتة مواجهة الفساد الذهاب مشروع الإصلاح وهذا ما أكد عليه جميع القوى السياسية التي تحاول الخروج كما أسلفت حضرتك من عنق الزجاجة شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود خوشناو الكاتب والباحث السياسي كان معنا من أربيل ترجمة نانسي قنقر